صلى الله عليك يا سيدي ومولاي أيها المصطفى يا رسول الله وعلى بضعتك الطائرة فاطمة الزهر وأبنائها النجباء لكن ما لا يوم كي يومك يا أبا عبد الله يا قتيل العدا ومسلوه الله بالعمامة والرداء يا من خده تريم وشيبه خضي وبدنه سليم يا من عيونهم غائرات ونساءه مسبيات وشفاهه من العطش لا بلاد يا من خنصره مبتور يا أبا عبد الله ونحره منحور عذرا يا صاحب الزمان عذرا يا مؤمني ويا من بحوافر الخيول صدره مكسور وطابت وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزدهم فيا ليتنا يكنا معكم فنفوز والله فوزا سيدي أروحك أم روح نبوتي تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد أصدرك أم مستودع العلم والحجاب لتعطيمه جيش من الكفر يعمد وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حداداً والمعزاء محمد وشاطرة الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى فأي ذبيحين أصلت الشمس جسمه ومشهدها من نوره يتوقد وأي ذبيحين دعست الخيل صدره وفرسانها من اسمه تتجند هذه المصيبة ماذا تركت في قلب زينب من أثرين يأتي عديب آخر ويصف لنا حالة زينب تلك رزية تهون لها الرزايا وهي من عمها تريب منوني منوني تركت زينب تنادي يا ابن أمي ووالدي روعوني أبا عبد الله غيرتني غيرتني مصائب اتطف حتى أن من يعرفوني لا يعرفوني زينب تعتب وتنده يا من بالبخاء تحجبتوني ويا تشاواني البخة وشلون بيا نجناب عفتوني بيا نجناب عفتوني اعتب والعتب وشيفين واي النوق جابوا هز الزلو الطريق بواي حافظ الأبيات هذه صحة يوم أقبل الحادي يا حادي يا حادي النوق ونتري طولها وياها صحة يوم أقبل الحادي يا حادي ننوق ونتري ما بك رحمة جمال لشلون نمشي بهاي الحادي عندي تام عند عيال وأنا مكلف بها وخوت بهاي وصوني بعد وصوني وعافوني خواني وعلان الذين وشوف الحرام فوق النوق ترجف ويد موعت حقها الفاجد الخوان من الأجنب تجفل تعبت ها؟ أريد الوانة هي مستمر روياي أجرك على الزهرة والله حقها الفاجد الخوان من الأجنب تجفل ويا الغرب نمشي شلون بهاي الناس شي يقولوا علي خاف إخوتي عتبون أقلهم غصب راح أمشي خل إخوتي يعذروني عنهم ما شي يقول وشنو يظل عندك يا زينب ويظل على الثرى نايم ونلبي أمشي المروة ونصر يا أبو فاضي يا منخ وتكخو يا الأديات حق السيف يفتب قبل دفن يا حف ويصبح خدير زينبط ومن بعدك يا أبو فاضي عدوانك عدوانك يبهروني ووالي على العباش على العباش على العباش وولا مجور ووالي على العباش على العباش على العباش نظرت زينب ونظر السكينة قالت عم من تخاطبين قالت أخاطب عمك يا بالفضل العباش عد وجهت له الخطاب لسان الحال كفان يا خواتي العتب كفان كفان يا خواتي العتب كفان اعيون من الدم على الأهل كفان تمني تنطل العباس تمني تنطل العباس شفيا ويلاحق زينب راحة يا والله يلاحق زينب راحة يا 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 لكن الأمر لله والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آل بيته الطيبين الكرام قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وجليل خطابه بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها شرفا لتلاوة هذه الآية المباركة أرفعوا أصواتكم الصلوات حديثنا في محضركم يكون ضمن ثلاث عنوين العنوان الأول التدبر في خلق الله والعنوان الثاني التدبر في آيات الله والعنوان الثالث أخذ الموعظة والعبرة من الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه إن شاء الله تعالى نمر بهذه المراحل الثلاثة والمحاور من بحثنا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد طبعا هناك آيات لسان حالها تشويقية يعني تشوق الإنسان مثلا بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب لسان حال الآية تشويق وإن هناك آيات ترهب الإنسان رهب وخوف يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد تخويف إن عذاب ربك لواقع وهناك آية لسان حالها عتاب يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وهناك آية لسان حالها حث للإنسان والحث على أي شيء أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في أي شيء نتدبر قال تدبر في خلق الله هذا الخلق العظيم أقسام الخلائق موجودة يكفي أن الإنسان يتدبر في أن مثلا مخلوقا بحريا له عشرات الأطنان وهو يسبح في أمواج البحار كيف يتمكن أن يصطاد طيرا وهو معلق في الهواء ومن الذي أودع عنده هذه الفكرة اليوم كل إنسان إلى طريقته في الحياة إلى نموذجه ومسيره في الحياة كل مخلوق هذا المخلوق اللي مثلا الحوت اللي دقات قلبه في الدقيقة يقال أربع مرات على كل حال فهذا كيف يتمكن أن يصطاد الطائر الذي هو في الهواء لما يقل لك التدبر في خلق الله أن تنظر الله تبارك وتعالى كيف وضع له طريقة في استياده يعني ما تركه فقط أن يصطاد الأمور التي المخلوقات التي في البحر لا يتمكن أن يصطاد حتى اللي في جو السماء كيف قال يفتح فمه فيأخذ كمية من الأسماك في جوفه إلى أن تموت انقطع عنها الأكسيجين الموجود في الماء ثم بعد ذلك يتركها مرة ثانية تأتي على وجه الماء باللهجة العامية الدارجة الطفح على وجه الماء فذلك الطائر يعني هو نصب حيلة فذلك الطائر ينظر فيأتي لما يأتي هذا الحوت مهيئ هل سيمكن أكثر من طائر هم يجي عرفت؟ كلها تجي هذا يفتح فمه فيأخذها الكمية من الطيور الله الذي أودعه هذه الطريقة في هذا الخلق فمن هذا المنطلق أصلاً نحن طريقة تكوين نفت شيء عجيب طريقة تكوين البشر لذلك الله خلق السماوات وخلق الأرض ولم يعي بخلقهن ولكن لما خلق البشر ماذا قال عن نفسه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين الله يقول لنفسه أي خلق خلقت أنا؟ يعطيك الأشجار في الغابات أنت أيش تصنع من عده؟ تصنع منها بيوت وتصنع منها منابر وتصنع منها كراسي أو هي شنو مولاي؟ هي شجرة واحدة لكن أنت تبدع لأنه يعرف لذلك أمر الملائكة أن يسجدوه يقولون بمرور الزمان راح تكشفون شنو من خلق هذا كل المخلوقات لو تركتها ونفسها لم تغير شيئاً ولم تحدث شيئاً في الأرض إلا الإنسان الناس سنلقي عليك قولاً لأن هو الذي يحمله أعرضه وعرضه على السماوات وعلى الجبال فأشفقنا منها صحيح لو لا؟ فمن هذا المنطلق أنت بنفسك أنت في عالم الأجنة تتغذى من السر صحيح لو لا؟ تتنفس منها نفسك مع نفس أمك وغذاؤك من ذلك الغذاء والخروج من موضع آخر كل من هذا الاتصال السر هذا الحبل هذا اللي جاي ممتد من الوالدة إلى الجنين لكن بعد ذلك مولاي صلوا على محمد وعلى محمد لكن بعد ذلك السرعان بلحظةٍ واحدة تتغذى من السر تتنفس من السر الخروج من موضع آخر كل هنا لكنه سرعان ما إن نزلت إلى الدنيا تغير النظام بأكمله صرت أنت تتنفس من أنفك وتتغذى من فمك وهكذا بقية الأمور ولذلك الإنسان حتى لما يخرج من الدنيا لو تأتيه بأفضل طعام بالعالم وتضعه أمامه لا يكاد يأكله ليش؟ لأن غذاءه تغير فصارت الحسنة تنفعه والسيئة ضره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفالها تدبر في خلق الله العنوان الثاني تدبر في آيات الله وفي كتاب الله انظروا أحبتي ليس المهم أن تحمل في جيبك نسخة من القرآن بل المهم أن تحمل في خلقك ولو آية واحدة من القرآن الكريم ستة آلاف آية أو أكثر احمل لك آية وحدة فقط وقس شوفوا النواهي وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل أنا أجيب قسم من آية وأنت أكملها وياي وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ بَلِي وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ وَلَا تَمْشِي فِي الْعَرْضِ مَرَحَةً صحيح له لا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ آية وحدة آية واحدة كفيلة بأن تُدخِلك الجنة كفيلة واحدة آية واحدة بس يترك احفظها أو هذه الآية أنت استخدمها في حياتك هي تكون سبيلاً لنجاتك التدبر في آيات الله لأن الإنسان الذي تدبر في آيات الله يعلم أين يستخدمها يدر وأن يستخدمها كثير من الناس حتى هم غضات ما يعرفون كيف يرتبون الآيات وأين يستخدموها وسأصبحت معضلة عليهم بعض القضايا والأحكام الشرعية ولربما أفتوا بقتل نفوس لأنهم كانوا يجهلون الآيات القرآنية ويجهلون حفظها القرآن هو الذي يحفظ صاحبه ومن هذا المنطلق أنت بقدر ما تحفظه من القرآن الكريم تُعطى درجاتاً في الجنان فكيف بمن حفظ القرآن بأكمله أي نعمة من نعم وبذلك اليمين ما ارتكبت جريمة قالها لا أراك إلا خائنة هل أخذك إلى القاضي القاضي آنذاكم كان موجود معروف فخوفها شوقها ما كان في مجال قالها لا أراك إلا خائنة ولا بد أن ترجمي هذه شابة في عنفوان شبابها ولم تأتي بذنب هذه مصيبة ظلم هذا وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم على كل حال يقول هذه لشدة الخوف والوهلة اللي صارت عندها خرجت من المجلس راكضة في الشارع مرة عثرت وإذا بها عند رجلي علي بن يبي طالب رفعت رأسها وإذا بأب الحسن قالت أب الحسن ادركني يا أمير المؤمنين قال قومي إني لا أعلم عنك طاهرة تأخذ الإنسان العزة لما ينظر أنه تابع لهكذا نفوس تريد الخير للآخرين على كل حال لم يأتي شخص قبله ولا بعده وقال سلوني قبل أن إن هاهنا لعلما جمى ولقد اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربت مضطراب الأرشية في الطوي البعيد فدخل رأى القاضي سلام عليكم السلام بما حكمت عليها لابد أن ترجم محصنا قال أين أنت عن القرآن الكريم يا فلان وين أنت عن القرآن قال أي آية قال حتى ما تحتاج إلى عمر عجيب وغريب ولا تحتاج إلى معجزة انظر إلى الآية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهر قال لا بلى قال يا فلان في آيةٍ أخرى ألم تذكر الآيات القرآنية الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين الحولين الكاملين يعني أربع وعشرين شهر تبقى من الثلاثين شهر ستة فالستة هو موضع الحامل يعني كان حملها صحيحا لما حكمت عليها بالقتل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها معطيات القرآن في الحياة عجيبة إن بيتا يتلى فيه القرآن لا تدخله الشياطين على كل حال القرآن دوما يحفظ يحفظ صاحبه ومن هذا المنطلق ليس فقط علي بن أبي طالب حتى مثلاً اللي أتبع خط علي بن أبي طالب يحفظون القرآن البهلول يوم من الأيام شاف أطفال يلعبون واثنين بزاوية قال ما بكما راكما باكيان قال إننا نحب التفاح قالهم التفاح سهلة أجيب لكم بحث في سوق بغداد لم يجد التفاح إن لم يجده في سوق بغداد فعند الخليفة يجده ليش؟ لأن رجل صاحب ملك أو خليفة آنذاك على كل حال حاكم مثل ما يقولون زينو مو بلد واحد ولا دولة واحدة أكثر من دولة هو يحكم عليها فكانت تجبى له الفواكه من كل حدب وصوب فدخل هو كان طبعا يعني قد أذن له هارون أن يدخل فدخل في مجلس هارون شاف أكو إناء كبير جدا بينهم وهؤلاء الذين هم قد أحاطوا بهارون هم مجتمعون هناك كانوا مد يده أخذ تفاحة أراد أن يأخذ الثانية هارون قال لا تأخذ ليش؟ علم أنه سيتصدقوا بها على إنسان آخر ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم بل فتلى هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا إليهم اثنين قال لا أخذ اثنين ثالثة بسم الله الرحمن الرحيم فعززنا بثالث قال لا أخذ ثلاثة قال لا أربعة أربعة منها حرم قال لا أخذ أربعة قال لا خمسة قال لا ويقولون أربعة خامسهم كلبهم قال لا أخذ خمسة قال لا ستة قال لا ستة إنا خلقنا السماوات والأرض في ستة قال لا أخذ ستة قال لا سبعة قال لا سبعة ورفعنا فوقكم سبع انطباقة قال لا أخذ سبعة قال لا ثمانية قال لا ثمانية أيام حسومة قال لا أخذ ثمانية قال لا تسعة قال لا تسعة بسم الله الرحمن الرحيم وكان في المدينة تسع رهط يفسدون في الأرض قال لأخذ تسعة عشرة قال لتلك عشرة كاملة أحد عشرة لدكم تقروها وإياي يا أبتي إني رأيت أحد عشرة والشمس والقمر رأيتهم لي زيان كاد الإناء ينتهي بما فيه من فواكش قال لأخذ تفاح موجود قال لأقرأ قال لأنا بلي أرسلنا إليهم اثنين عشرة نقيبة قال لأخذ اثنين عشرة قال لأقرأ قال لأ يا هارون تعطيني الإناء كله لو أقرأ آية ما تدركها قال لأ شنو قال لأنا أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون قال لأ مئة ألف أماكو صلوا على محمد وآل محمد فإذا التدبر في آيات الله الإنسان تجده لما يتمعن بالآيات القرآنية يجد العجيب والأعجب الله تبارك وتعالى كل ما أنت تتجول في آياته كل ما تزداد معرفة ولذلك يقل لأ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة من هذا الأنوان طيب هذا المورد الثالث كذا الوقت ينتهي طيب المورد الثالث أخذ العظة بل أخذ العظة والعبر من التدبر في القرآن أحبتي لو كان بعلم الله هناك شيء أحب إليه ويقرب العبد إليه من العبادة لذكرها لنا فالعبادة أحب الأشياء إلى الله ولذلك من أجلها خلق الجن وخلق الإنس لكن أي عبادة أي عبادة الذين هم يراءون ويمنعون هو منها تأخذ العظة والعبرة أن تكون عبادتك صحيحة لله خالصة لا رياء فيها نحن عندنا بعض العلماء لما قالوا له وطلبوا منه أن يصلي في بعض الأماكن مثل الحرم أفرض أو مسجد الجامع لكنه تجده يرفض ذلك قلوا له ما هو السر؟ قالهم لأنه لما طلبتم مني أن أصلي في هذا المكان أخذني نوع من الرياء وقلت ما شاء الله صار عندي عجب بنفسي أنه وصلت إلى هذا المقام أنني أصلي في كذا مكان هكذا يربون أنفسهم فيذكر هناك شاب يوما من الأيام تبع بنتا لما تبعها كل ما مثلا يتبعها يشوف أنها من بيوت راقية في منطقة راقية بالبلد إلى أن دخلت في بيت فخم فطلب من أبيه قال له أريدك تخطب لهذه البنت وأنا أريد أن أقدم إلها قال له بابا نحن فقرة ما عدنا أين نحن من هؤلاء والناس تجار قال له خلص أنا أريد من عندك أنت وإلا يعني أسوي بنفسي شيء أجرم بنفسي لا حول ولا قوة نزولا عند رغبته هذا الأبو تقدم دخل عليه السلام عليكم السلام قال له جئتك خاطبا كريمتك لابني قال له عندي شرط واحد ابنك هل يصلي ابنك يصلي حسزيا هذا الأبو تكلم بالواقع هل هي الحقيقة قال له بلا ابني لا يصلي ما يصلي ابنك لا يصلي قال لا كثير من الناس اليوم إذا يروح يخطب لابنه ابنك يصلي ملتزم بالحسينية وبالمسجد ابنك يصوم بلي الحمد لله ابنك مؤمن أي نعم حتى يخمس بعديا إذا تزوج من بعد شهور ثلاثة أو أربعة البنت مؤمنة قد تربت في بيت مثلا بيت ملتزم لكنه سرعان ما ينكشف لها لذلك لما ينكشف لها الواقع تتركه الرجل تعوفه ليش لأنه كذب والحياة التي تبدأ بكذب ما يقدر الإنسان يعيش بها ويكملها لأن هي بدءها كذب وكثر قضية الطلاق الليش بسبب عن الكذب الموجود إياك ومصاحبة الكذاب فإنه يبعد عليك ويقرب عليك البعيد فهذا حج الواقع قال له ابني ما يصلي قال له أنا ما أزوج ابني إلا لشاب يصلي قال له ولم قال لأنه لا بد أن أعطي بنتي لرجل تكون عنده ارتباط أو يكون عنده ارتباط ولو بنوع واحد من العبادة علق الوحدة وهي الصلاة هذا الشاب سمع بالخبر فصار ملتزم بالمسجد وين المسجد والجامع اللي كان قريب من بيت ذاك التاجر فالتزم بالعبادة لمدة ثلاث سنوات يؤذين يكنس الجامعة والمسجد يصلي في الصف الأول لثلاث سنوات ونصف من شافوا التزامة فسئلوا قالوا لأمي أنت متزوج قالهم لا إلى الآن أنا ما تزوجت قالوا والله أنت خوش ولد ولد طيب أو تستاهل أن نزوجك فهذا التاجر قال أنا حاضر أزوج بنتي رئيس التجار قال أنا حاضر أن أزوج بنتي قال لي يا عم جزاك الله خير ولكن أنا ابن ناس فقراء قال لي أنا ما سألتك أنت شنو تملك أن رجال أبحث عن إنسان تكون بنتي في مأمن إذا كانت تحت كنفه توكلنا على الله يقول زوجة لما دخل على البنت لاحظ كيف يقول جلس الشاب يبكي بزاوية قالت ما يبكيك عليش تبكي قالها ثلاث سنوات ونصف صليت أو صمت أو صرت بالصف الأول بصلاة الجماعة أو كنست المسجد والتزمت وحصلت على بنتي رئيس التجار بسبب الصلاة والعبادة اللي كانت رياء إذا كانت عبادتي خالصة لله الله شيطيني عرفت شلون إذا تكون العبادة خالصة لله الله شنو يعطي الإنسان ولذلك إذا أردت أن تتعلم الإخلاص عليك بالنظر إلى بيوت محمد وآل محمد وأتباعهم الحقيقيين اللي قل لو كانت الدنيا باقية والآخرة فانية لآثرنا الفناء معك على البقاء في الدنيا هكذا معطيات يطلب منعدهم ليلة واحدة باقي عن حياته ما قالهم دعوني أتزود من أهل بيتي أني أحب الصلاة وتلاوة القرآن أصلاً مات الحسين ورحل عن الدنيا جسمه في بطنان الأرض ورأسه يتلو القرآن أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة هو نور في الأصلاب الشامخة ثم جاء إلى الدنيا فامتلأت نوراً بشهادة وهذا التصديق إجم علي ابن الحسين زين العابدين صلى الله عليه وسلامه عليه قائلاً أبا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة فهو نور كان في الدنيا أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك فالحسين حتى من إذا ذهب إلى الآخرة فهو نور الحسين نور ويهدي الله لنوره من يشاء وجلست الزهراء وزينب عندها وشافتها اطلع بالأكفان قالت هذا الكفن لي وهذا الكفن لأبيك علي بن أبي طالب وهذا الكفن لأخيك الحسن يعني زينب تحب للحسين من صغر سنة يعني أكفت علق خاصة قالت له وأين قالت أمه فاطمة وأين كفن أخي الحسين أين كفن أخي الحسين يعني أقول الزهراء شلون رادت ترد على زينب بهذا السؤال قالت ابنتي زينب إن أخاك يبقى بلا كفن أخوتي الحسين يظل بلا كفن يا مولاي أيا موت الخذية أهلي كان خذية نوياهم من كثر البواة شعمية ما بي على فرقاهم أنام لي الوعيوني تصب على الدفناهم يا ربي بالحلم أرجوك شوفتهم تراويني ما توهلي ولا ظلوا على التربان ولا ظلوا ثلثة أيام ضحايا وسط الميدان أبو عبد الله وأصحابه أجساد بلا كفن أي والله ولذلك زينب يقول تجلس هي وأمها فاطمة وتخاطب أوليادها الحسين تقول لها يا يوم مليك يتربى على صدرك هل أبيك ساعدها بالونا يا يوم مليك يكسر ظلعي يتربى على صدرك ومحسن طاحت أهوان من طاحتك من مهرة رغم أنا ظلعي مكسور وعيني محمرة وقرطي منثور لكن كلمتك يا ولدي يا حسين رغم عذري حشية وياك شنهد اعتذر لاختك لو شافتك على الغبر طريح وما تردج وياي وولي على المظلوم على المظلوم وولا وولي على المظلوم على المظلوم يقول شل الليل على زينب وصلت إلى جسد أبي عبد الله نا يمخي شلون نوم زينب شلون عرفت الحسين قل الحمد لله يا أخويا من لقيتك ولو ما ريحتم وتشاج زيتك أنا لو عقدر أشيلك جا خذيت أخويا وغير شل شي لك موعد أخويا يا ماظم مثل اللي جرعت ولا شافة الواد مش شفته أنا بنم على التربان عفته أنا شفت شمر ثاني ركبته إقبال ويحز برقبته يا ألي يا ألي ذبح وهلي والناب إيه القافية رحم الله والديك مجهور ذبح وهلي والناب يا ألي يا ألي أصيح وساطهم بالمتن يا ألي يا ألي يا ألي أنا لو أن عندي أهلها اليوم يا ألي يا ألي ويشوفون الجرع بالغاية واللّه يشوفون الجرع بالغاية يا ألي يا يا حسين ما لي بعدك إذا العداء أخذون يا الله لشفاء المرضى وتعجيل الفرج وقضاء الحوائج نتلو إياكم هذه الآية المباركة ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب أما يجيب ويكشف السوء أما يجيب يا كاشف السوء بل ويا الله اشفي مرضانا سيما مرضانا المنذورين أخواني من أوصوني بالدعاء لأجل شفاء مرضاهم اللهم ألبسهم ثوب الصح والعافي إلهنا ربنا اقضي حوائجنا من الدنيا والآخرة ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا إلهنا ربنا اهدي شبابنا وقر شيبتنا عفف نسانا وبناتنا يا رب العالمين اللهم أنصر أخواننا في فلسطين اللهم وسدد رميتهم ولا نملك إلا الدعاء بحقهم إلهنا ربنا اجعل الرعب في قلوب أعدائهم وأعدائنا يا الله اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات إلهنا ربنا أحسن عواقب أمورنا واجعلها خيرا ترحما لأرواح أمواتكم فردا فردا السامعين الحاضرين القائمين بهذه الخدمة بالجنة والمغفرة والرضوان رحم الله من أهدا ثواب الفاتحة مع الصلوات اللهم أنصر أقار ما هو قولوب أمورن حضرنا